قال جوزيف بورل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبية أن قرار إن قرار إسرائيل يفتح بعض الممرات الجديدة للمساعدات الإنسانية في غزة لن يكفي لمنع المجاعة في غزة كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شاري ميشيل أن أعلن إسرائيل فتح طلق المساعدات بشكل مؤقت إلى غزة ليس كافيا نظرا لحجم الأزمة الإنسانية في القطاع وضف ميشيل أن الأطفال والردع في غزة يموتون بسبب سوء التغذية مشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهود الكبيرة وعاجلة لكف على الفور عن استخدام الجوع أداة من أدوات الحرب في قطاع غزة